عائلتي كانت يهودية لم نكن متدينين بشكل صارم وكنت حقا تائها والدي كان ملحدين ولم يكن متدينين لذلك كنا نأكل لحم الخنزيري في المنزل وهو محرم في اليهودية وكنا نحتفل بعيد الميلاد لم نحتفل بالأعياد الدينية اليهودية مما جعلني لا أشعر بالتأكيد بكون يهودي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang wanita Yahudi yang bekerja sebagai presenter dan juga bekerja di dunia musik industri Sony memiliki ketenaran dan kesuksesan di dalam hidupnya sebelum dia memutuskan untuk comfort to Islam Perihal kisahnya sungguh sangat mengejutkan ya sahabat sekalian bahkan dirinya pernah makan babi dan merayakan natau mari kita simak bersama bagaimana berjalanan hidupnya ولدت في شمال غرب لندن وتربيت في منزل يهتم بعالم الفن عامة الكبرى أسست العديد من شركات المسرحي في المملكة المتحدة وقريب لي وقع مع شركة Sony هكذا كانت الحياة التي نشأت فيها لذا بدأت الذهاب إلى مدرسة المسرحية منذ سن مبكرة جدا كنت دائما أشارك في المسرحيات بدأت التمرد عندما أصبحت مراهقة لم أشعر بالانتماء في أي مكان وربما كنت أبحث عن ذاتي غادرت المنزل وتركت المدرسة في سن الرابعة عشر وتعاملت مع أنواع مختلفة من الناس لكن بالتأكيد لم تكن رحلتي خالية من الأخطاء استغرق الأمر وقتا طويلا للعودة إلى الطريق الصحيح عائلتي كانت يهودية لم نكن متدينين بشكل صارم وكنت حقا تائها والدي كان ملحدين ولم يكون متدينين لذلك كنا نأكل لحم الخنزيري في المنزل وهو محرم في اليهودية وكنا نحتفل بعيد الميلاد لم نحتفل بالأعياد الدينية اليهودية مما جعلني لا أشعر بالتأكيد بكون يهودية في الحقيقة لم أكن أخبر أحدا بأننا يهود شعرت بأن هذا الأمر كان شيئا محرجا ولا أعرف السبب الآن أبحث في هذا الأمر لكن لفترة طويلة لم أكن فخورة بكون يهودية ولكني بالتأكيد لم أكن مؤمنة بالعقيدة اليهودية بحثت في الدين المسيحي لم أستطع فهم فكرة وجود ثلاثة آلهة في إله واحد أمنت بالتأكيد بوجود خالق واحد وكنت أصلي أتذكر أنني كنت أمر بأوقات صعبة مثل انتحار أحد أصدقائي وأحداث أخرى كبيرة في حياتي وكنت دائما أصلي في تلك الأوقات لكن لم يكن لدي فكرة حقيقية عن من كنت أصلي إليها عملت في صناعة الموسيقى وسرعان ما وجدت نفسي محاطة بالعديد من المشاهير عملت في عدة أماكن مثل بي بي سي وان اكسترا وكاش اف ام قدمت برامج إذاعية كبيرة واستضفت مشاهير كبار ظهرت على خشبة المسرح أمام آلاف جماهير وكان ذلك مصدر رزقي بدأت في كسب دخلين منذ سن صغيرة جدا كان الأمر رائعا ومثيرا لكن الواقع كان مختلفا تماما عما يبدو عليها لذلك تركت هذا المجال سريعا أعتقد أن هذه الفكرة متحكة بما يكفي لجعلي أشك في وجود بأكمله كوني شخصا عاش في الوسط الفني وتواصلت دائما مع المشاهير الذين يبدون مذهلين من الخارج مع العلم أنه في ذلك الوقت لم يكن لدينا انستجرام وكان كل شيء يقتصر على الصور أو المقابلات التلفزيونية وكنت أنظر إليهم وهم يحققون أحلامهم ويمتلكون السيارات والمال وكل ما يريدون لتحقيق النجاح من خلال موهبتهم قد نعتقد أنهم في قمة العالم ويعيشون السعادة المطلقة لكن الحقيقة تكشف نفسها في الحفلات والمناسبات اللاحقة غالبا هم نفس الأشخاص الذين يبتسمون دائما أمام الكاميرا لكنهم في الواقع يشعرون بالبؤس والضياء إذا سألت أحدهم لماذا لست سعيدا مع كل ما تملك سيقولون إنهم لم يشعروا بالنجاح بعد ولم يصلوا إليها لا يشعر أي منهم أنه ناجح حقا يشعرون وكأنهم يقفون بجانب النجاح لكنهم ينظرون إليه من الخارج فكرت في نفسي رغم صغر سني أن الحياة يجب أن تكون أفضل من هذا كيف يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين نظنهم مثاليين غير سعداء كيف يمكن أن يكون الأشخاص الذين نصرخ عند رؤيتهم غير سعداء والحقيقة هي أنهم لا يتصرفون بشكل طبيعي عندما يكونون أمام كاميرا يجب عليهم تقديم شخصية معينة أمام كاميرا عليهم التصرف بالطريقة التي يتوقعها المجتمع منهم وبسبب ذلك يشعرون بعدم الكمال في داخلهم أذكر أنني كنت في إحدى الحفلات ولن أذكر أسماء لكن كان هناك مشاهير كبار في مجال الهيب هوب الناس في الشارع كانوا يصرخون والتقطون الصور عند رؤيتهم وأتذكر أنني كنت أمشي معهم ثم جلسوا أنهوا كل شيء وكان هناك أحد المشاهير رجل بدأ وكأنه فقد الأمل في الحياة تقريبا كنت في السادسة عشرة من عمري أنا ذاك وكان يصرخ ويقول لي إن الشيطان فوقه والشخص الوحيد الذي أبعد الشيطان هو أنا ابنتي الآن ليست أصغر بكثير من عمري في ذلك الوقت لذا كنت ما أزال طفلة حقا وهذا الشخص البالغ الذي نعتبره مذهلا كان يصرخ ويتصرف بجنون وجعلني ذلك أرفض هذا النوع من الحياة وأدركت أن هذا النمط من الحياة هو مجرد هروب من الواقع أصبح واضحا لي أنهم على الرغم من موهبتهم ونجاحهم لا يزالون يعانون من صدمات لم يتمكنوا من التغلب عليها كانوا يشعرون بفراغ داخلية لا يمكن لأي مقدار من المال أن يعالجه أعتقد أن تلك كانت لحظة محورية في حياتي وبعد ذلك بدأت تحق الرحلة بحث عميقة عن الروحانية أدثة جيدة كنت أصطدفهم وأقدمهم على المسرح وأتحدث عن سيرتهم الذاتية وأمور أخرى متعلقة بهم أيضا كنت أعمل في تنظيم الأحداث خلف الكواليس كان دوري مختلفا عن المساعدين الشخصيين حيث كنت أساعد في ضمان سير الأحداث بسلاسة وكان هذا هو دوري الأساسية كنت صغيرة السن وحصلت على الوظيفة بسرعة وذلك بفضل خلفية المسرحية وشغف بها كما كنت مهتمة بالشعر وأحيانا كنت ألقيه على المسرح لذا كانت هناك العديد من الأدوار المختلفة التي كنت أقوم بها في هذا المجال كنت أبني مهنتي وكان لدي كثير من الطموحات أردت تحقيق هذه الطموحات والوصول إلى أهدافي في ذلك الوقت كنت أعيش مع صديقاتي المقربة في جنوب غرب لندن كنا نعمل غالبا في مجال متشابه للغاية وكنا نعمل سويا ثم اعتنقت الإسلام في الواقع لا أعرف كيف أصبحت مسلمة لا أعرف تفاصيل قصتها مع الإسلام لكنها أسلمت ولم تخبرني بذلك بحثت في الإسلام عندما أخبرتني أنها اعتنقت الإسلام كنت مصدومة تماما لم أصدقها وأخبرتها بأنها تضيع حياتها بصراحة هذا ما اعتقدته لأننا كنا نعمل في ذلك المجال معا اعتقدت حقا أنها كانت تدمر حياتها وأن مسيرتها المهنية ستنتهي وأنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء بعد ذلك لكن بعد ذلك بدأت ألاحظ التغيير الكبير الذي ترأ عليها فترحلة البحث عن روحي اعتنقت اليهودية أولا لأنها كانت دين عائلتي ولكن لم أستطع تقبل فكرة أنه لا يمكنك أن تكون يهوديا إلا إذا ولدت كذلك وبالمناسبة هناك من يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين ويقولون إنه لا يمكنك أن تكون يهوديا إلا إذا كانت والدتك يهودية وإنما يتوارث بين الأجيال ويؤمنون أنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يكون يهوديا ولا يمكن قبول أي شخص آخر في هذا الدين لذلك فقرت قلت لنفسي هل وجدت كل هذه الثقافات والأعراق الأخرى في العالم ليتم إرسالهم إلى النار؟ لم أستطع فهم أو تقبل ذلك لم أرغب في فهمه لذلك بحثت في المسيحية ومرة أخرى كنت أميل نحو التوحيد على رغم من أنني لم أكن أعرف من هو الخالق لم أستطع فهم فكرة وجود ثلاثة آلهة في إله واحد وهل هو ميت أم حية لم أستطع فهم ذلك وعندما اعتنقت صديقات الإسلام وبدأت تتحدث عنه أدهشني حقا أن أي شخص يمكن أن يصبح مسلما لا يهم مكان نشأتك أو عدد الخطايا التي ارتكبتها فهمت حقا أن هذا دينا لا يحاسبنا طالما أننا نؤمن بإله واحد ونقبر جميع الأنبياء والرسول والكلي شخص فرصة وأمانت بأن الإسلام هو دين الحق لماذا خلقنا الله لنذخل النارة jadi wanita cantik ini sempat masuk kembali ke agama keluarganya yakni agama Yahudi namun sepertinya dirinya tidak diterima karena orang Yahudi hanya bisa menerima keturunan dari ibu atau keturunan dari garis ibu saja untuk menjadi Yahudi akhirnya membuatnya stres dan mempelajari Kristen namun akalnya tidak menerima bahwasannya Tuhan terlalu banyak sampai 3 oknum sementara dia menyadari dan meyakini bahwa Tuhan itu hanya ada satu dan tempat ia berdoa serta memohon petunjuk dan pertolongan yaitu Allah SWT kemudian ia pun mencoba mempelajari Islam وصلت الصلاة كنت أستيقظ في الفجر مع صديقتي لأكون برفقتها وكانت تصل صلاة الفجر كمسلمة وتتوضأ وأنا كنت أجلس خلفها وكنت أرفع يدي وأقول اللهم إن كان الإسلام هو دين الحق فأهدني فقط وظللت أتوسل لله للحصول على إشارة أردت شيئا ما والله أعلم بما يحتاج الناس لهدايتهم ثم حلمت بحلم صدمني كليا كان الإسلام ممنوعا ولكنني كنت مسلمة في الحلم وكنت أنا ومجموعة من الناس في السجن لأننا مسلمون حيث كان اعتناق الإسلام جريمة في السجن كان هناك حراس مزودون ببناضق ضخمة وكان المكان مخيفا ومظلما ومتهدما حقا كانت هناك فئران في كل مكان إن سمح لنا بالخروج من الزنزانة وإن كنا محظوظين فهناك فناء ضخمة حيث يسمح فقط بتمديد ساقين أو الرقد وممارسة بعض التمارين الرياضية وعبر الجانب الآخر من الفناء كان يمكننا رؤية سياج وخلف السياج كان هناك عدد كبير من المسلمين في مكان آمن حيث لم يكن بإمكان الحراس الوصول إليهم كانوا آمنين ويحملون لافتات ويحتجون من أجل تحرير المسلمين وكانوا يهتفون لا إله إلا الله واستطاع بعض الناس الفرار أي شخص يتمكن من تجاوز السوري سيصبح حرا لذا خططت لتحريرنا من السجن ليس أنا فقط بل الجميع قلت للجميع إن علينا تغيير ملابسنا لنبدو كأننا غير مسلمين وبدأوا بتوجيه أسلحتهم نحونا وأخبرت الجميع بالتزام الصمت وفجأة قال شخص بجواري الحمد لله وأدرك الحراس أننا جميعا مسلمون ووجه أحد الحراس بندقيته نحوي كانت بندقية ضخمة ووجه نحوي وأطلق النار رأيت الرصاصة تخرج بحركة بطيئة وفي تلك اللحظة أدركت أن الله يستطيع إنقاذي لماذا أخاف من إنسان والله هناك لحمايتي من لديه قدرة الحقيقية على فعل أي شيء لذا تشجعت وتوكلت على الله وبدأت أقول الله أكبر وارتدت الرصاصة وعادت نحو الحارس وفي تلك اللحظة جاء نسيم خفيف لطيف وانتشلنا جميعا انتشل كل المسلمين ورفعنا فوق السياج عندما استيقظت وأخبرت صديقتي عن الحلم بدأ التبكي سألت عن سبب بكائها فأخبرتني أنها وبالرغم من كوني لم أقرأ الكرآن بعد ورغم قلة معرفتي عرفت أنني أحب الإسلام قالت لي إنه سيأتي في آخر الزمان أن السيم ينقذ ويرفع أرواح المسلمين أدركت أن هذا هو الحق فهمت حقا عمق هذا الحلم وأدركت أنه لا ينبغي أن أقاوم هذا بعد الآن يمكن أن أموت غدا يجب أن أعتنق الإسلام وأعتقد أنه لم يمر أسبوع واحد إلا وكنت قد نطقت الشهادتين في محطة شارع بيكر نزلت من القطار ومررت عبر حواجز التذاكر والتقيت بثلاث أخوات واقفات هناك مع باقة زهور كبيرة وساعدنني في ارتداء الحجاب ورافقنني إلى مسجد ريجيون بارك مسجد شارع بيكر وهو مسجد كبير وجميل في وسط لندن ونزلت إلى غرفة الإمام وطلب مني أن أردد خلفه فنطقت الشهادتين شعرت وكأنني ولدت من جديد شعرت وكأنني تخلصت من كل إثم وتجربة سيئة وكأنني بدأت حياتي من جديد شعرت بالخوف لأنني لم أكن أعرف كيف سأستمر ماذا أفعل وأين سأذهب وكيف ستتقبل عائلة الأمر شعرت بالخوف أيضا لأن الإمام سألني عن أركان الإيمان الستة عندما نطقت الشهادتين ولم يكن لدي أي فكرة عما هي تعجبت وظننت أنه لا يمكنني أن أكون مسلمة لكنه أوضح لي شيئا ما ذال عالقا في ذهني منذ ذلك اليوم أي منذ سبعة عشر عاما أخبرني أنه حتى لوضعت إصبعي في المحيط فإن المعرفة الموجودة في تلك القطرة لا تقارن بمحيط المعرفة بأكمله وأنني سأحتاج إلى بقية حياتي لتعلمه وأنني لن أتوقف عن التعلم أبدا نحن لا نعرف شيئا نطقت الشهادتين بعد شهرين مني وكانت تبلغ من العمر الرابعة عشر ما شاء الله تبارك الله ولذلك أهديتها كتابا اسمه الدليل المصور للإسلام الذي يشرح العلم وراء الإسلام أنا شخصية عاطفية بينما تميل أختي للمنطق أكثر هذا الكتاب ساعدها حقا على فهم أن المعجزات في الإسلام كانت موجودة قبل العلم لذا نطقت الشهادتين وكانت صغيرة جدا لذا اضطررت إلى إخبار أمي بأنني اعتنقت الإسلام فبكت كثيرا وقالت إنها كانت تفضل أن أكون عاهرة بدلا من مسلمة ولم أصدق أن لديها هذه النظرة عن الإسلام ومعظم عائلتي ما زالت تحمل هذه النظرة لذا شكل اعتناقل الإسلام صدمة كبيرة للكثير منهم لكننا لم ننشأ في بيئة ذات إيمان قوية تكلمت بالعطف أمي بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنتا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد